موجز الأخبار من المحور أهلا بكم نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار قرار بحصف أجزاء من المناهج في امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل خلال العام الحالي 2022-2023 وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية ستتضمن منهج الفصل الدراسي الأول كاملا دون حسف أي جزء منها موضحة أن الأسئلة ستكون من داخل المناهج المقررة على أن يتم بناء الأسئلة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وتخاطب جميع المستويات الطلابية تابع وزير صحة وسكان الدكتور خالد عبدالغفار سير العمل بالمحاور المختلفة لخطة التأمين الطبي لاحتفالات أعياد الميلاد المجيدة والتي تتضمن تقديم الخدمات العلاجية والإسعافية والوقائية للوقوف على أي تحديات قد تواجههم والعمل على حلها فورا واطمألنا وزير الصحة على تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمترددين من المواطنين كما اطمألنا على توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية فضلا عن توافر مخزون كاف من مشتقات الدم بجميع بنوك الدم التابعة للوزارة بإجمالية أرصد 26 ألف كيس دم من مختلف الفصائل و166 ألف كيس بالأزمة جاء ذلك خلال ترأسه غرفة الأزمات والطوارئ المركزية لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبية لاحتفالات المصريين بعياد الميلاد المجيدة أعلنت وزارة التموين أن معرض أهل الرمضان بمدينة كوبومبو بمحافظة أسوان شهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع الغزائية والاستهلاكية والاستفادة من التخفيضات التي تتراوح بين 25 و40% وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية والحد من تأثيرات التقلبات الاقتصادية العالمية وزيادة معدلات التضخم وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي أنه تم الاتفاق على إقامة خمسة منافس بحد أدنى في كل محافظة مع طرح كافة السلع بتخفيضات لا تقل عن 30% مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح عدد كبير من المعارض بكافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنشر المعارض بالمراكز والقرى والنجوع والمنافذ المتنقلة أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان بيرجر أهمية التعاون بين مصر والاتحاد في مجال الهجرة معلنا أنه سيتم تعزيز التعاون بشكل أكبر خلال عام 2023 من خلال إقامة الحوار الرابع بين الجانبين بشأن الهجرة وأضاف السفير كريستيان بيرجر أن محفظة التعاون في مجال الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبية تبلغ حاليا حوالي 111 مليون يورو بإجمالي 34 مشروعا مشيرا إلى التنفيذ الإيجابي لبرنامج الهجرة عبر حزمة تصل إلى 60 مليون يورو وذلك لتعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر التي تعالج بشكل أساسي الأسباب الرئيسية التي تؤدي للهجرة يحل فريق فيوتشار ضيفا في السابعة مساء اليوم باستاذ القاهرة على فريق سيراميكا كيلو باترة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدور الممتازة ويلتقي فريق المصر البرصعيدي في ذات التوقيت مع فريق الاتحاد السكندري على استاذ بورج العرب